اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان احتضان مملكة البحرين للقمة العربية الثالثة والثلاثين يأتي تأكيدا للدور الحيوي والثقة العالية التي تحظى بها المملكة في سياق اهتمامها المتواصل في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وأوضح معالي ان انعقاد القمة العربية في مملكة البحرين للمرة الاولى يعد حدثا بارزا في ظل ظروف استثنائية تشهدها المنطقة مشيدا معالي بحرص واهتمام جلالة الملك المعظم على عقد المشاورات والمباحثات مع قادة وزعماء الدول العربية الشقيقة والتي تأتي تأكيدا لأهمية قمة البحرين من اجل بحث ومناقشة كافة القضايا المحورية والحيوية وصولا الى رؤى عربية موحدة في هذه المرحلة الدقيقة والمفصلية وأوضح معالي ان القضية الفلسطينية ستشكل اولوية بالغة في اجندة القمة العربية وان موقف مملكة البحرين التاريخي ثابت وراسخ في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة مشيرا معالي الى حرص مملكة البحرين على دعم التعاون العربي للوصول الى حلول للتحديات السياسية والامنية والتهديدات الارهابية والامن السيبراني والطاقة والمياه والغذاء والمشاريع التنموية ترجمة نانسي قنقر